توجه رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي بالتهنية إلى رئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة ذكرى الحادية والخمسين لنصر أكتوبر المجيد كما توجه مدبولي بالتهنية لوزير الدفاع والإنتاج الحربي ورجال القوات المسلحة وأكد رئيس الوزراء أن ذكرى هذا الانتصار العظيم ستظل أيقونة خالدة في تاريخ الأمة تجسد قدرات الجيش المصري القتالي المميزة وتجسد دوره الوطني في الزود عن تراب الوطن وردع كل محاولات المساس بمقدراته وتعكس قوة إرادة المصريين وصلابتهم كما أكد مدبولي أن هذا النصر العظيم يدفعنا لاستكمال مسيرة البناء والتنمية ونهضة الوطن